موسيقى عزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى اللي بنتمنى على الله أن ياخد من قلوبكم وعقولكم وقت عشان تقدروا تراجعوا المواقف اللي بنقولها النصايح اللي بنقولها الوقت اللي بنقضيه عشان ربنا يكرمنا كتير وخصوصا أن احنا بنذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مجرد تذكرة لنا وقفة نقفها نحاول نعيد تقييم نفسنا النهاردة هنتكلم على السنة الثابتة في الحياة أو بمعنى أصح الحقيقة الثابتة في الحياة الحقيقة الثابتة في الحياة أن التغيير لابد أن يكون موجود التغيير بمعنى التطوير بمعنى أن أنا لازم أطور في ذاتي وفي نفسي طالما في وقت وطالما في جهد وطالما في طريق أنا بمشي فيه ناس كتير بتستمر في حياتها من غير تغيير وتيجل ظروف قاهرة تضطرهم للتغيير السؤال بقى هو إحنا لازم تحصل مصايب عشان نتغير ولا نتغير أحسن قبل ما تقع المصايب المختلفة عشان كده نصرح مع بعض كأب وأم في شوية أسئلة أنا هقولها الأسئلة دي جاوبها بتلقائية بلاش تتكلف وانت بتجاوبها بس خد بالك أنت لو جودتها واتضح أنها حقائق في حياتك يبقى لازم تغير في نفسك ليه أغير في نفسي؟ طب ما أنا كويس كده وتمام لأن القعدة العامة في قضايا التغيير أنت في بيت مع زوجة مع أولاد لن يتغيروا إلا ما تتغير أنت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تعالى نسرح كده مع بعض ونقول لك كأب وأم اللي اتنين بسألكم هل مكتشفين في نفسكم عيب من العيوب من فترة طويلة ومش عارفين تغيروه؟ أو لسه موجود عندكم؟ لو جاوبت بلقى نحمد ربنا سبحانه وتعالى لكن لو جاوبت بنعم يبقى معنا كده إنك أنت مش بتتغير وإنك محتاج إنك أنت تنشط أكتر وتركز أكتر لأن العيوب اللي موجودة فيك دي هتأثر على أولادك سلبا النقطة التانية هل إحنا كأباء وأمهات بنقبل الرأي الآخر؟ ولا لا لو أنت ما بتقبلش الرأي الآخر تبقى دي مصيبة لكن لو بتقبل الرأي الآخر معنا كده إن عندك مرونة معنا كده إنك ممكن تصلح نفسك معنا كده إنك بتقبل الرأي الآخر ودي حاجات كلها إيجابية لكن لو مش بتقبل الرأي الآخر معنا كده إن أولادك لن يكون لهم رأي هتبقى حاسم معاهم مش هتتقبل العلوم الجديدة مش هتتقبل الرأي الجديدة في التربية هتبقى ثابت على وضع معين السبات ده ممكن يكون يعني مسليم السؤال الثالث هل انت حاسس انك راضي عن نفسك؟ يعني حاسس بالرضى عن نفسك عن إنجازك عن طموحك فإذا كنت راضي فده شيء جيد لكن لو ما كنتش راضي ده دعوة إلى أن تغير السؤال الرابع إنجازك اللي انت أنجزته في حياتك هل انت شايفه انه مناسب بالنسبة للعمر والجهد اللي انت قدمته ولا مش مناسب الأسئلة دي كلها بتخبط فينا وهم بتخبط فينا وإحنا ماشيين في الحياة عشرينات وتلاتينات وأربعينات وخمسينات وستينات وسبعينات وغيرها من الأعمار السنية حنكتشف حاجة إن إحنا محتاجين نتغير لو أجبنا بلا أما نعم فدي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى أنت كأب و أم عصبيين أه أو لأ أنت كأب و أم حادين في ردود الأفعال ولا لأ أنت كرفاء يعني فيكم رفق ولا مفيش رفق الأسئلة دي كلها لازم تكون قدام عينيكم عشان تبتدوا تفرزوها وتعرفوا إذا كنتم محتاجين تغيير داخلي ولا مش محتاجين تغيير داخلي و لازم نتغير دايماً المقولة المشهورة أولادنا بيربونا مش إحنا اللي بنربيهم فعلاً دي حقيقة ما احتكاكنا بالأولاد بنتعلم منهم حاجات كتيرة بنتعلم الصبر بنتعلم التحمل بيبقى عندي تحمل مسئولية بيبقى عندي قدرة على إن أنا أتطلع وأستطلع وأقرأ وأتعلم وأتثقف عشان أقدر أجاري الأولاد في قدرتهم و في إمكانياتهم و في الأسلوب بتاع حياتهم و تدرسهم و تعلمهم و الحاجات المختلفة عشان كده لازم كل واحد فينا يجيب ورقة الورقة دي يبقى مكتوب فيها السلبيات في بدايتها و يرأة تانية يكتب فيها الإيجابيات تعالوا نكتب سلبياتنا 15 سلبية موجودة عندنا و نكتب إيجابياتنا حوالي 100 إيجابية صفة إيجابية طبعاً لأول وقت لا 100 صفة إيجابية و 15 أنا ما عنديش 100 صفة كويسة وتتجه كل الاتجاهات للصفة الكويسة 100 صفة مين عنده 100 صفة و ده معناه إن أنا مش بتيهم ذاتي و معنى كده إن أنا عندي عجب و معنى كده إن أنا بأفخر بنفسي و معنى كده معنى لا هي القضية مش كده القضية إن أنا عايش مع نفسي بقالي سنوات أما ببص في المراية آه ده شبهي ليه لأن مراخيره عينيه حواجبه وشه هو أنا فعارف صورتي أميزها من ملايين الصور عارف الشكل بس مش عارف المضمون ده مطلوب إن الواحد يكتب 100 صفة كويسة موجودة فيه و ربنا يكرمكم بأكتر من كده أنا ما طلبتش 150 و ده معناه إن إحنا بنقدر نركز نركز في تركيبة شخصيتنا و عارفين إيه اللي يتعدل و إيه اللي ما يتعدلش فيه مهارة معينة عند البني أدمين أنا هشتغل على الأيام دي على عصبية طبع هشتغل على الحدة طبع هشتغل على عدم قبول الرأي طبع هشتغل على إن أبقى أرحم في ردود أفعالي هشتغل على إن أكثر صبرا هشتغل على إن أبقى منتظم في عملي هشتغل إن أبقى فيه طموح البني آدم ده هو يطلق عليه أن الله لا يغير ما بيقوم حتى يغير ما بأنفسهم خدها قانون عام في داخل الأسرة بمعنى مش ممكن تكوني أنت الأم العصبية المنفرة بمفهوم أننا خلفت وأن الضغوط كتيرة وأن الظروف وخلافات مع الزوج وخلافات مع أهل الزوج وغيرها وكذلك الأب ويفضل هو هو ويجي شاب عنده 15 سنة يقول لك خلاص بقى ما هو طبيعته كده ومش حيتغير السؤال بقى للشاب الصغير هما بيطلبوا مننا أن احنا نطور نفسنا ونحسن نفسنا ويقول لك إدارة الوقت ويقول لك الطموح ويقول لك لازم تخطط ولازم يكون عندك أمل ولازم 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 وهم ما بتغيروش أبويا من ساعة ما طلعت هو كده أبويا ده أما بينده على أخويا أما بينده على أخويا بقول له نعم لازم يجي يضربني الله يعني التغييرات ما بتحصلش عشان كده إن الله لا يغيره ما بيقومن حتى يغيره ما بأنفسهم دي مش في الأمور الكبيرة الضخمة الخارجية اللي لها علاقة بديكور بيتغير لها علاقة بطربيزة بتتغير مكتب يتغير لا الأصل فيها أنا أنا مادة التطور اللي حصل لي في ظرف العشرين سنة اللي فاتت العشر سنين فاتت اللي فاتت الخمس سنين اللي فاتت لازم أقف عند ده وأبتدي لإن دي بداية حقيقية لإني أقيم نفسي تقييم جيد أعرف إيجابياتي أعرف سلبياتي أعرف إيه الإيجاب اللي موجود عشان كده دايما بنقول ابدأ وعينك على النهاية ابدأ وعينك على النهاية دايما يوم ما تخطئ النهاية يبقى أنت مش بتتغير يبقى أنت مش شغال صحة مع نفسك من غير ما تحدد العيوب اللي هتشتغل عليها يبقى برضو مش هتقدر توصل لللي أنت عاوز دايما تبتدي وعينك على النهاية عشان تقدر توصل لده عشان تقدر توحقق ده في أمهات كتير تقول لي أن أنا بفضل حاجة محددة سمعت حاجة أو حد كان في برنامج أو غيره بطلت الضرب بضرب نهائي وأصبح في غير قاموسي أم تانية أن العصبية والنرفزة والحدة أنا طورتها تماما وخرجتها من نطاق أولادي في أب كان بيقول أن أنا ما كنتش باجد وقت لأولادي دلوقتي باجد وقت لأولادي دي 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 كلها حاجات يحمد عليها الأب وده تغيير وده قيمة وده حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة أبدا يوم ما تتغير ويوم ما ابنك يشوفك بتتغير تأكد أنه حيتغير معاك حيتطور معاك يوم ما تقوله اعمل كذا واعمل كذا أبي بيعمل كده وبيتصرف في كده وبيوصل لكده أستودعكم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر